نسمة ظلم وينا نشبه آخر حريق هناك ومدنا بالتفاصيل التالية في المرأسلة أهلا وسهلا بكل المشاهدين اسموا أيضا مستمعين في كل مكان أكيد المتابعة مستمرة لمختلف الحرائق اللي تشهدها هنا منطقة عين الدراهم تحديدا في المعبر الحدودي بابوش ليس بايدا لنا برشا هنا في الحدود بين تونس والجزائر ود الظلمة هذا المكان أكيد حرائق هاكوين ما قاعدين تشوفوا يعني سريان النيران كان بشكل كبير برسل هنا في الجبل هنا على يميني حمام بورقيبة يعني تقريبا ما عاش نجم تشوف شاي من الدخان اللي يستاح المنطقة هاكو ما تشوفوا ديزال حرائق الطريقة كيد ما عاش ينجم يعدي تو وكيما قاعدين تشوفوا في الصور يعني تقريبا هذي رايح حرائق بشوية بشوية في اتجاه لنقطة المعبر الحدودي بابوش ماشي في الاتجاه ذي في المقابل في الجهة الأخرى المقابلة من غادي زادة على الأراضي الجزائرية نفس الشاي كما نفس المشهد هنا كما قاعدين تشوفوا تقريبا يعني حالة رهيبة جدا حريق هائل يمتد على عشرات الهيكتارات هنا في جهة ود الظلمة على الحدود مع الجزائر كما قاعدين تشوفوا مشاهد تقريبا يعني بصراحة الواحد معاشي نجمي يقاوم لنا البقاء لأنه ارتفاع درجات الحرارة مع انتشار الدخان وسريان النهار كما قاعدين تشوفوا معاشي نجمو أن نبقوا أكثر في المكانة ذا يجوز حبنا أن عايشوكم الحدث لحظة بلحظة اليوم الصباح مشينا منطقة بعض المناطق في جهة التبرقة أكيد من أجل المتابعة متابعة عمليات يعني الإجلاب باش نسألوا الاهالي عن الوضعيات هناك هاو نرشعونكم شوية بعد ما خف شوية التقس بطبيعة الحال هنا نرى كل معناه بين اللحظة والأخرى ترثفع المستوى بتاع النيران اللي هنا في الجبل على النقطة الحدودية فقط أريد أن ألخص يعني سائر الأيام اللي شادت فيهم هنا المناطق الجبلية بعض الحرائق البارح تم إجلاء 17 أظناش عائلة في أحد المناطق في تبرقة وأيضا كان يعني بعض المناطق الأخرى كانت عاشت قرب التجمعات السكنية كانت عاشت نفس المشاهد يعني مشاهد مشابهة ويعني حرائق أيضا نعتذر لأستاذ المشاهدين لأنه ارتفاع درجة الحرارة مع الحريق مع صعوبة في التنفس هذا الكل يخلينا أنه بالحق نجده صعوبة في نقل المعلومة لكن كل شيء هنا من أجل أنه تصل الحقيقة كما هي للمشاهدة توسي نشكر كل فريق نسمة اللي تحول إلى عين المكان وأيضا السلطات الإشراف اللي سهلتنا مهامة العبور إلى هذا المكان حماية مدنية متمركزة تقريبا برشا من هذا المكان يعني لمتابعة آخر المستجدات هنا في وادة الظلمة تقريبا الحركية في معبر حدودي مش بعيد حكاية أقل حتى من نصف كيلومتر من المكان هذا حركية كبيرة جالية جزائرية داخلة يعني المعبر يشهد اكتذاذ كبير خليني نصف لكم الحالة يعني انجنيرال هنا كما قلت على يميني أيضا حمام بورقيبة أو تقريبا بورني كان النجم نوريهم حتى تساعد دخان أسود لهنا في على يميني تقريبا هذه الصورة لهنا في حمام بورقيبة مش بعيد برشا ثم زاد دخان أسود وظهر لمعنى نار كثيفة جدا هاكوا قاعدين تشوفوا تقريبا عايشناكم الأحداث لهنا لحظة بلحظة على ما اعتقد انه يزم تحرك السلط الاشراف لهنا في الأماكن والتدخل فورا باش ما تزيدش الأمور تزداد سوء أكثر على كل حال احنا تغطية مستمرة ترجمة نانسي قنقر